بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي الأعزاء أساتذاتي الكرام إن شاء الله كامل تكونوا بخير اليوم سوف ندخل إلى حصة رقم 17 وسوف نتطرق إلى قلاب T أو ما يسمى بقلاب H وهذا الدرس سوف يكون بالتفصيل وبإذن الله هذا الدرس سوف يصبح أبسط من بساطة بسيط نعم يا بسيط تلاميذي الأعزاء رابط هذه السلسلة بديف تجدونه في صندوق الوصف اضغط على عنوان الفيديو يخيف لك صندوق الوصف تلقى الروابط وإذ كان عندكم مثقارة QR أمسح هذا QR وتروح مباشرة للرابط تلاميذي الأعزاء إذ كنتوا فاهمين مليح القلابات ننصحكم بحصة رقم واحد من سلسلة الحصص القاسية في مدى الهندسة الكهربائية في هذه السلسلة تجدون الملخص فقط تحتاج بالضبط وهذا هو رمز تاح رمز المختصر QR والله تجدون رابط في أسفل الفيديو وإذ كان عندكم كشم استفسار تواصلوا معي عبر منصة تليجرام ورابط في أسفل الفيديو وما تنسوش تحملوا تطبيق G20 المجاني الذي سوف يغير حياتكم إن شاء الله ويجعلكم مبدعون تلميذي العزيز انطلاقا من عنوان هذا القلاب الذي يسمى بقلاب عش أو كذلك يسمى بقلاب T متزامن انطلاقا من العنوان ستلاحظه ملاحظة وش هذه الملاحظة أن هذا القلاب فيه غير مدخل واحد كما أنكم تلاحظوا اسمه قلاب عش في مدخل عش هو إشارة سعة ولكن كذلك يسمى قلاب T في مدخل واحد اللي هو T اللي هو إشارة سعة وعرفنا وش معنى T والعش نقول قلاب عش هو نفسه قلاب T العش هي إشارة سعة بالفرنسية وش معنى إشارة سعة بالإنجليزي اللي ياتايمة إذن وشك متلاحظه هنا ملاحظة إذن هنا لاحظتم ملاحظة إذن هذا القلاب فيه مدخل واحد فقط اللي هو إشارة سعة لو كان نجيبكم هذا الشخص ونعطيله الملاحظة تعوه نقولوا بلي قلاب هذا في مدخل واحد راح يخمم وم بعدها يعطي لك استنتاج وش هو الاستنتاج يقول لك بلي قلاب T ولا قلاب عش هو نسخة مطورة ومحدثة من أحد القلابات وش معناتها هو نسخة مطورة ومحدثة من قلاب دياش هذا دياش كده في مدخل فيه زوج وش لازم نديره نديره تعديل ونتغيين تخلصهم من دي كل ناحية ودي وش يبقى يبقى عش إذن يصبح قلاب عش يحتوي على إشارة سعة فقط ولا هو كذلك نسخة مطورة ومحدثة من قلاب جيكا جيكا كده في مدخل فيه ثلاثة كين جي وكا والاش لازم نتخلصهم من جي وكا ونخلي والاش ولا كذلك وش هو نسخة مطورة ومحدثة من قلاب عش اللي فيه ثلاثة داخل لازم نتخلصهم من الار والاس ونخلي والاش وتحية قلبية لكل شخص يعاني من إعاقة جسدية وتجهزه بشخصية قوية وبفكر راقي ولديه أهداف يطبق فيها تلميذ العزيز الإعاقة في الذهن وليست في الجزل هاي يكملوا الدرس التعنا إذن وش قلنا تلميذ الأعزاء إذن قلاب عش وش هو نسخة مطورة ومحدثة من قلاب جيكا نبدأ بالجيكا إذن وش لازم نديره نجيبه قلّاب جيكا ندخلصهم من جي والكا ووش نخلو هذا القلب يحتوي على مدخل آش فقط إذن هيا هذا وقلّاب جيكا آش المتزامن إذن وش هي الطريقة طريقة بسيطة جدا ووش نجيبه 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 نسلك نرطل كا والجي ونربطهم بالمصدر جهد في سي سي والله بالمنطق هو واحد منطقي إذن في الحقيقة وش نديره نجيبه نسوديه مع الكا ونسنديوه مع الجي ونربطوه بالقطب الموجة بتاع البطارية إذا ما شدرنا تخلصنا من الجي والكاوش بقانا مدخل واحد إشارة الساعة بعدها كيتشوف هذا التركيب حتلاحظ ملاحظة وش تقولي أستاذ إذا الكاو جي بما أنه مربطن بواحد منطق معنا تجي يسي واحد فعال وكاو يسي واحد فعال وهذه الحالة شفناها من قبل في القلاب جي اللي هي حالة تبديلية بالطبع القلاب تي هو يعمل في حالة تبديل دائما إذا المخرج كي يتغير حالة كل ما الجيه جبهة نازلة من إشارة الساعة إذا قلاب تي وش وظيفته دائما يغير الحالة السابقة في حالة وجود إشارة الساعة إذا ما شو نقوله قلاب تي ولا قلاب آش إذا قلاب تي أو آش هو نسخة مطورة محدثة من قلاب جي كا كذلك قلاب تي نخدمه قلاب رس طريقة بسيطة جدا إذا ما شو نجيبه نجيبه قلاب رس إنجز بوابات ناند أسبار أربار من بعدها نجيبه زوج بوابات ناند بهذا الشكل الابابات الأولى satisfiesها فالأسبار هذا هو المدخل والتحى بادخل الثاني مربوط مربوط بالكي بار الحالة السابقة ويل Cóمانة سابقة الارتيد هنا ناسم بوابات ناند مربوط المخرج تحى بريض getting informed المدخل والتحى بمدخل الثاني مربوط بالكي بار وهنا يجمع هذا المدخل ومدخل ما شو نجيبه كتلة واحدة بهذا الشكل ونسبقهم بمدخلف وشو نسميه نسميه قاش كما تعبدنا لما شك Α الآن ن AMY وعندها مدخل واحد اش اذا هذا القلب وش نسميه سميه اش من بعدها من بعدها تلميذ الأعزاء بها تعرفوا وظيفة الاش نقدر نخدمه كمال حصارق من 15 معاة تلميذ التاعي وش نديره تخرجوا معادلة الاس بار بهذا الشكل اذا الاس بار ماذا تساوي تساوي المدخل الاول اللي هو اش في مدخل الثاني اللي هو كي بار كل منفي ونخرجوا اير بار اير بار وشو هي هي المخرج بوابات الناند اذا مدخل الاول وشي هو اللي هو اش مضروف يوش الكي كل منفي اذا بعد ما تعرف از بار و اير بار تقدروا هذة الجدول كامل وتفهموا وظيفة الاش ونخرجوا الجدول المختصر احنا هذو فايتين عنهم ونشرح نحتاجهم بززاف اعطيتكم كافكرة فقط من بعدها جماعة بعد ما دانوا التغييرات هذو تغييرات وشي يشعنهم يشعنهم في علبة واحدة اذا هذا وشي يولي قلب يولي قلب اش ولا قلب تي اش تعمل بالمستوى العالي كما هنا الاش تعمل بالمستوى العالي كما هنا مو ثلث دائرة تعمل بالجبهة النازلة إذا ما نقوله هنا قلب A أو T؟ نقوله أن قلب T هو نصخة مطورة من قلب R إنجاز بوابت نان ونخدمه بعدة قلبات كذلك نصنعه قلب T إنتلاق المقلب D وماذا نفعله؟ D هذه الجماعة بش نرطوها بالكبار والذي عندي مدخل إشارة الساعة ما نشح نركزه على البنية الداخلية لماذا؟ لأنه هدفتنا جمعا نتعلمه نخرجه المخرج ونتعلمه نملوه جدول حقيقة ونكملوه المخاططات الزمني هذا هو ماذا تحوصون عليه أنتما في البكالوي هيا جمعا نكمله خدمة تعنا إذن ماذا هو؟ هذا هو القلب T أو H متزامن ماذا فيه؟ في مدخل واحد فقط هو مدخل إشارة الساعة وكي يعطيك القلب ديما تعرف العنوان تاو إذن هذا ماذا تسميه قلب T متزامن حيث ميقاتيته تعمل بالجبهة النازلة كيف عرفت الجبهة النازلة كين مثلث دائرة معنات هذه الميقاتية تخدم باللحظة ما تخدمش مجال زمن وهذا قلبتي وش فيه؟ فيه مخرج الأول العادي اللي نعود نخدمه به اللي هو مخرج كي وكين مخرج معادة صلة من فيه اللي هو كي بار تلاميذ الأعزاء ركز معي مليح هذا قلبتي وش فيه فيه مدخل واحد اللي هو مدخل إشارة الساعة وش فيه فيه مخرج كي يحمد لك كذلك قيم معينة تلاميذ الأعزاء ركز معي مليح رح نسئلكم سؤال وش رايكم لو كنجيب المدير الثانوية على المؤسسة بتاعكم؟ تحيتي لكل مدارة ركز معي مليح وش نقول له نعطي له واحد الملاحظة وش نقول له القلبتي هو عبارة قلب جيكا جين مددوا له واحد وكان مددوا له واحد وش هحيصار في المخرج؟ المدير تاعكم هحي خمم خمم ويقرأ الفكرة اللي درستوه انتوما وش يقولكم؟ هحيعطيكم إيجابة وش يقول لكم؟ هذا المخرج كي وش هحيصار له يعمل في حالة التبديل عند الإذن من تي عند وصول جبهة النازلة إذا سؤال ما تروح المدير تاعكم كيف عارف بلي قلب يعمل في حالة التبديل لأنه أعطينا له واحد الملاحظة وش قلنا له بلي قلبتي هو عبارة قلب جيكا جي يسوي كا يسوي واحد معأنت جي ومدينة مواحد واحد في أني واحد وش هيصار القلب إذا يعمل في حالة التبديل عامل مدير صحيت ما شاء الله عليك هيا نكملوا الدرستانا هيا شوفوا معي مليحة جمعها وش قلنا قلنا قلبتي يعمل في حالة التبديل وش معنا التبديل كل ما تجي إشارة ساعة المخرج يغير الحالة السابقة جبهة نازلة المخرج تعود انطلاقا من نبضة اللي هي عبارة عن جبهة النازلة وكما كم تلاحظوا المدخل عبارة عن نبضات والمخرج كذلك عبارة عن نبضات وشي الحاجة جديدة اللي تبدلت أنه دور تي هنا ولا مضاعف للدور إشارة الساعة الرئيسية ورح نشوفه في نهاية الحصة ونعطيكم عليها تمارين إذن هذا هو شو وظيفة قلب تي تمدلو إشارة الساعة يبدل لك المخرج ما تمدلوش إشارة الساعة يحتفظ بالحالة السابقة إذن تلبيذي العزيز وش نقولو نقولو باللي قلبتي وش وظيفته المخرج تعود وش يدير يغير حالته سابقة انطلاقا من نبضة التحكم ماديش نبضة التحكم وش يدير يحتفظ بالحالة السابقة راح ينتسؤلوني السؤالة أستاذ على خدمنا قلبتي بما أنه قلبتي يضعف الضور كما كم تلاحظوا شوفوا الضور هنا وش يسوي صغير هنا ولا ضعف تعود يضعف الضور ويقسم تواتر على اثنين وش يخدمو به يخدمو به تركيب لي فيها عملية حسابية والمنطقية اللي تحتاج قاسم تواتر على اثنين كما العدادات كما ميكرو معالج ميكرو مراقب إلى آخره ومبه تفهموا بلي قاسم تواتر راح تشوفوهم في نهاية الحصة كي نعطيكم تماري إذا ما شو نقولو قلبتي وش وظيفته يعمل في حالة تبديل عند إذن من إشارة الساعة تلميذ الأعزاء بعد ما عرفنا القلبتي وعرفنا الإشكالية وجاوبنا على كل شي أرواح ونخدموه جدولة التشغيل كما كم تلاحظوا قلبتي هنا كده فيه مدخل فيه مدخل واحد اللي هو إشارة الساعة إذن إشارة الساعة كده عنده احتمال يتكون خاملة يتكون منشطة وبما أنه إشارة ساعتها لمثلث دائرة معانتها باش تخدم تخدم بالجبهة النازلة معانتها إشارة الساعة تخدم باللحظة وفي المستوى العالي ومستوى الأدنى وش تكون تكون خاملة إذن وش نقول إشارة ساعة عندها احتمال يتكون خاملة يتكون منشطة إذن وقتها تكون خاملة انطلاقا من المجال الزمنية واحد أو صفر وش تكون هنا إشارة ساعة خاملة وقتها تكون إشارة ساعة منشطة كدهيها اللحظة الانتقالية من المستوى العالي ومستوى الأدنى هذه كنسميها جبهة إنه هنا تكون منشطة هنا تكون خاملة في المجالات الزمنية في هذه اللحظة مش تكون تكون منشط هينكملواega الجدول الحقيقة فالجدول الحقيقة أعطيتكم الحالة السابقة ك او تسوي الواحدة هنا اشارعات ساعة ما كان اشارعات ساعة خاملة مخرج في takiej الحالة لا يتطلع والاحالة السابقة اذا ما شون نقول في هذه الحالة بما أنو حالة سابقة كي أن تسوي الواحده لا ي unlikely اشارعات ساعة so كي أن زيد واحدة جديدة وتسوي كي تسوي السفر كعبdy لديم نعد هذه الحالة المنفية وعكسها وهنا تعليق ذاكرة للماذا؟ بسبب نقوم الإشارة صимости الحالة الثانية الحالة السابقة لا تجعل إلى إشارة صورة إذا الدقيота الآن الاوزاء السابقها تحتفظ حالة الحالة السابقة الخيار بسبب ثالثا هناكنا نح analytية حالة صورة استعمال تحتفظ حالة الصورة رحوا في حالة إشارة ساعة منشطة إذا كي أن قد عندها احتمال يتكون صفر يتكون واحد وعرفنا قلبته ووظيفته ووظيفته التبديل يغير قيمة مخرجه انطلاقا من إشارة ساعة إذا نركز مع عمله الحالة السابقة كي أن كانت صفر الحالة الجديدة نحن نحوّل سألها كي أن زيد واحد وشح يصالها تتبدل إذا الصفر يتبدل شي ولي يولي واحد والمخرج المنفيه شي يكون صفر إذا ما نقوله تبديل تبديل الحالة السابقة من صفر إلى واحد نزيد روح إلى احتمال آخر إذا كانت الحالة السابقة كي أن كانت واحد منقبل وكان إشارة ساعة إذا واحد وين يتبدل؟ يتبدل للصفر إذا كي أن زيد واحد الجديدة تساوي الصفر ونفتح يساوي واحد وهنا ما نكتبه التبديل إذا ما الذي حدث في المخرج كان واحد منقبل وش ولا صفر عنده وجود إشارة الساعة هذا هو الجدول مختصر لقلاب T أو قلاب H تلمين الأعزاء بعد ما دينا نظرة على قلاب T وجدول تشغيل أحنا أعطيكم محاكد من المحاكد ما أعطيتكم مش قلاب يوشي بجبهة صعيدة وجبهة نازلة لأنه في ذلك الجبهات لا تطلوش تفهمها أعطيتكم قلاب T يعمل بالمستوى العالي T عبارة عن خط معانتها واحد إشارة ساعة منشطة صفر منطقي خاملة وش معانتها؟ إذا كانت تلميذ العزيز إذا كانت الضغطة مفتوحة في حال طرحة T يوصلها صفر منطقي معانته خامل إذا كانت الضغطة مغلقة وش حيصرا في هذه الحالة يحيوصل تيار وهنا T ساعة تسبح منشطة هيا ركزوا معي منه الحالة الإبتدائية كما كم تلاحظوا الضغطة مفتوحة T ساعة منشطة بما أنه T ساعة تسبح معانته خاملة والحالة السابقة وش تسبح السفر جمع تلميذ العزاء ركزوا معي منه لو كان نضغط على الضغطة هنا شوش حيصرا ضغطة مغلقة T ساعة منشطة شوفوا المخرج يصر له تبدل إذا ما خرجوش كان كان سفر قبل كان مصباح منطفي هذا الأخضر وهنا وش يصر له توهج إذا تبديل لو كان نفتح الضغطة جمعة وش تولي T تولي خاملة تبقى احتفاظ بالوحد شوفوا كي وش يبقى بقى متوهج كي وش يبقى متوهج احتفاظ بالتشغيل لو كان زيد نضغط على هذي T وش تولي مفعلة وش يصر المصباح هذا زيدي تبدل ينطفي كي يسوي السفر شوف يسوي السفر ها حالة تبديل لو كان نفتح الضغطة وش معانتها إشارة ساعة خاملة احتفاظ بالصفر غلق الضغطة تبديل كي يسوي واحد فتح الضغطة إشارة ساعة خاملة احتفاظ غلق الضغطة إشارة ساعة مفعلة تبديل فتح الضغطة احتفاظ بالصفر كما كما تلاحظو هنا هيا هذا بنسبة مثال الأول هذا هنا شو نقولو تي تعمل بالمستوى العالي زيد نعطيكم مثال آخر كما قامت للمستوى العالي زيدي عطيها خط دائرة واش معانتها خط دائرة تي بالمستوى الادنى صفر منشطة وبالواحد منطقي خاملة واش معانتها كتنعود منشطة تحدث عملية تبديل كتنعود خاملة احتفاظ شوفوا ما عامليه ه책ما heartbreaking لو كان نفتح الضغطة وش صراء؟ صراء التبدأ لماذا؟ الضغطة مفتح مع أنتها الصفرнов بالكامل مع أنتها تي بار رهيم مناشطة هنا حدثت لي عملة التبديل لو كان نغلق الضغطة وش توليتي؟ توليتي خاملة واش معنتها؟ احتفاظ بالواحد ها احتفاظ بالواحد لو كان نفتح الضغطة تي تولي تسوي الصفر معانتها مناشطة المسبة هذا زيدي تبدل يولي منطفع لو كان نغلق ذاكرة فتح تبديل نغلق الذاكرة إذا هنا وش نقوله قلب T يعمل بالمستوى الأدنى نعطيتها يكون بها تفهموا طريقة عمل ميقاتية كيف هي تعلق المخرج بالميقاتية هذا بنسبة للمحاكاة رقم 2 تلميذي الأعزاء الآن نذهب للتمارين بزيد ونفهموا قلب T ونعفوا الوظيفة انتعوا بالضبط هيا ركزوا مع المليح رحوا تمارين رقم 1 تمارين رقم 1 أكمل مخططة زمنية لكلا القلبين نعطيتكم القلب الأول آرش بجبهة صعيدة وقلب الثاني آرش تعوي يختم بالجبهة النازلة تلميذي الأعزاء هيا نبدأوا بالقلب الأول اللي جاي في الجهة اليسرى بها نكملوا المخرج كي وش لازم تكون عندي استراتيجية لازم يكون منظم في الفكرة انتاعي إذا وش هذي الاستراتيجية أول حاجة لازم ينعرف اسم القلب وش هو هل هو قلب T هل هو قلب D هل هو قلب G ثاني حاجة نشوفوا المداخل الإرغام هل هي موجودة أم لا مداخل إرغام إن شاء الله ندصوها الحصة المقبلة إن شاء الله وثالث حاجة وش نشوفوا نشوفوا الإشارة السعبة واش فعالة إذن هاي نبدأوا نسموه هذا القلب إذن هذا القلب ماذا يسمى يسمى قلب آش لأنه مداخل إشارة السعبة سمى آش متزامن حيث بعد ما عرفنا بالله اسمه آش رحوا نشوفوا الإشارة السعبة تعوي باش تأثر بما أنه أعطى لي خط مثلث هذه يسموها الجبهة الصعيدة إذن وش نقوله في هذه الحالة يؤثر هذا القلب بالجبهة الصعيدة إذن وش نقوله قلب آش متزامن حيث ميقاتيته فعالة بالجبهة الصعيدة والجبهة الصعيدة وش يجمع هي اللحظة الانتقالية من مستوى الأدنى مستوى أعلى لازم تصعب إذن بعد ما عرفنا اسم القلب رحوا نخرجوا الجبهة الصعيدة هي لحظات الانتقالية من مستوى الأدنى مستوى الأعلى إذن هاي لولا كما كم تشوف هاي جبهة صعيدة ناس من جبهة صعيدة هذه اللي جاي هنا يا جبهة نازلة متهمناش روحوا لي بعدها جبهة صعيدة ثانية ثالثة رابعة خامسة ساتسة وين لغلق اللحظة انت قليلاً من صفه للوحد بعد ما تعرفنا جبهة صعيدة هذا القلب يخدم غير بهذه الجبهة معنة نضوصة غير هذو النقاط نضوصة غير هذو اللحظات معنة وش ندروه حاجة ثانية ندروه اسقاط لكل جبهة جبهة الأولى ثانية ثالثة رابعة خامسة ساتسة إذن هنا وشح ندرسه وندرسه غير النقاط ما بين نقطة ونقطة ديمة احتفاظ لماذا؟ لأن القلاب في الجبهة الإشارة تكون منشطة يكون في حالة تبديل ما بين الجبهة وجبهة وشي يكون خامل يكون خامل يكون ذاكي لأنه هذه مستوى الأعلى وهذه المستوى الأدنى القلاب باش يخدم يخدم غير بلاحظة الانتقالية بالجبهات الصعيدة بعد ما قدرنا الإسقاط الجبهات وش نديرو نخدمو المخرج نعتبرو حالة سابقة مخرج كي الصفر لأن ما يبداها لك لا أعتبره صفر إذن في الحالة التوبية بshot seating جبهة الأولى هنا قلاب في حال التشغيل وش يجعل كل ما ق sabe يؤكس أن الحالة السابقة بل أن يتحقكما في الحالة السابقة وưa شكرا ei لحظة فيها شكرا eiеня ما تولي؟ تولي تبديل ما تولي؟ تولي واحد ثم تابقى إحتفاظ جبهة الثانية الجبهة الثانية بشأتي بإشارة الساعة ما هي الحالة السابقة الآن؟ هي واحد كيف ي solång تبديل 1 تبقى هذا الشكل دائم 1 تبقى هذا الشكل 2 تبقى هذا الشكل 3 تبديل 1 تبلي 0 0 5 تبقى هذا الشكل 1 1 ت比如 0 أسهل قلاب في المخرج قال T إذن هذا بالنسبة للقلاب اللي جاي في الجهة اليسرة رحوا للقلاب الثاني اللي جاي في الجهة اليمنى أول حاجة وش لازم نعرف الاسم تاو إذن وش اسمه؟ اسمه قلاب آش متزامن اكتب لي تي اسم قلاب تي متزامن حيث نروح الثاني حاجة الميقاتية الميقاتية كما تلاحظوا مو ثلاثة دائرة يعني عكس الجبهة الصعيرة وش معانتها تولي جبهة نازلة معانتها هذا القلاب كذلك يخدم غير باللحظات ما يخدمش بالمجال زمني مبعده وش نديره نخرجوكي إذن وش لازم نديره أول حاجة روحوا للإيشارة السعر رئيسي أش خرجو لها جبهة نازلة وش معانتها جبهة نازلة هي اللحظة الانتقالية من المستوى الأعلى تنزل للمستوى الأدنى إذن هذه الجبهة لا لا هذه الجبهة الصعيدة هذه نازلة واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة مبعد هذو الجبهات نديرهم اسقاط على مخرجكي بس كون نحتاجوا غير النقاط هذو لحنا ندرسهم هنا المخرج راح يتبدل فيهم ما بين جبهة و جبهة دماء احتفاء إذن الحالة السابقة الصفر كي يجي جبهة الأولى القلاب يخدم خدمتها ويبدل يبدل للصفر وين يبدلوا يبدلوا الواحد إذن هنا تبديل تصبح واحد جبهة الثانية زيدي يبدلها وش تولي من الواحد وش تولي تولي الصفر بهذا الشكل وتبقى احتفاظ احتفاظ جبهة الرابعة كان إشارة الساعة والحالة السابقة وش تولي تولي الصفر وتبقى بهذا الشكل إلى غاية الجبهة الخامسة زيدي تولي واحد والجبهة الساد ستبدل تولي November بهذا الشكل هذا هو طريقة استخراج مخرج كي للقلب تي بدون مداخل إرغاء مداخل إرغاء ما هنعرفوها في الحصة المقبلة إن شاء الله إذن وشي الحاجة المميزة اللي لحظتها في قلب تي يا جمع ركزهم عاملة أروح ونشوفوا الدور الجديد تع المخرج قلب كي والدور تع الإشارة السعر رئيسي ونشوفوا يالعلاقة موجودة بيناتهم ركزهم عاملة إذن وشي حندير رح نجيب الدور تع إشارة السعر كي إذن هذا الدور ما نسمي يا جمع تي تعوش هذا الدور تعوش تعال مخرج كي صحي إذا مش نكتب هنا تي كي وروح نجيب الدور تع إشارة السعر رئيسي الآش رح نجيب وزوج جبه هاد كما كم تلاحظوا هبطناه بهذا الشكل واش راكم تلاحظوا تلاحظوا بلي الدور الجديد وشي يسوي مرتين من واش من دور إشارة السعر رئيسية كما هنا ها هذا تي كي وهذا تي آش نعاود نبسط لكم شوفهم له إذن هذا بلول الأزرق وشي هو هو تي كي دور الجديد اللي جانب من قلب تي وهذا وشي هو دور تعوش تعال إشارة السعر رئيسية على باكم دور يبدأ من نقطة هذي النقطة هذي من الجبهة الجبهة يسوي دور إذا مش راكم تلاحظوا ركز معي مليح إذن هذا ما نقول لهم هنا يا بلول الأزرق هو دور المخرج القلب بلول الأحمر وشي هو دور إشارة السعر رئيسية آش مش راكم تلاحظوا تلاحظوا بلي دور تي هذا بلول الأزرق هو تي كي واللي بلول الأحمر تي آش إذا ما راكم تلاحظوا إذا دور جديد تعمى مخرج القلب يساوي ضعف تياش إذا ما هي الحاجة مميزة في قلب تي إذا ما نقول عليه إذا قلب تي يضاعف الدور إشارة سعارة رئيسية إذا تي كي وش يساوي يساوي ثنين من تياش هذا بنسبة الدور وبما أنه يضاعف الدور إذا تواتي وش حيصير لوجمع تواتي رحيكون العكس إذا ما نقول قلب تي يقسم التواتي على اثنين إذا ما نكتبه هنا أف كي الفريقونس الجديد تعمى هذا المخرج وش يساوي FH مع أنها تواتي إشارة رئيسية على اثنين أستاذ هذه كيف خرجتها طريقة بسيطة جدا إذا ما تلاحظوا عاوضوا تي كي بدل التواتر إذا تي كي وش يساوي بدل التواتر يساوي واحد على FK مع أن تعوضها إذا تي كي وش تساوي واحد على FK وتساوي ثنين وتي أش عاوضها بتواتر FH إذا تساوي المقلوب إذا تساوي ثنين في واحد على FH جدة طرفين في الجدة أو وسطة ما تلاحظوا تلاحظوا باللي FK تواتر الجديد المخرج كي وش يساوي تواتر إشارة السعر رئيسية على اثنين وهذه نحتاجوها بزهبزة بزهبزة نحتاجوها في العددات إن شاء الله إذا ما نقوله نقول وظيفة قلب T وش يقسم تواتر على اثنين وش معنى فريقونس لإشارة السعر رئيسية يقسم على اثنين وفي ناس الوقت ما نقول عليه مضاعف للدور الاثنين معنى الدور الجديد TQ وش يساوي اثنين من تي هذه هي وظيفة القلب T يعمل في حالة تبديل ويقوم بتقسيم التواتر إشارة السعر رئيسية على اثنين ويقوم بمضاعفة الدور في اثنين نسمح التمرين الأول رحوا التمرين الثاني نستغلوا هذه النقطة الأخيرة اللي درناها كما تلاحظوا أعطاننا هنا ثلاث قلب T مربوطين ببعض كما تلاحظوا قلب الأول ش كون يغذيه تغذي إشارة السعر لفريقونس تاحة 2 هاتس ودور تاحة 0.5 هذا القلب عنده مخرج كي أ كي أ وش ولا ولا هو مدخل إشارة الساعات على قلب B معنات هذا مين يجيب إشارة السعر يجيبها من كي أ والقلب الثالثة جماعة مين يتلقى إشارة السعر يتلقاها من كي بي إذن في هذه الحالة وش أعطيكم في ثماني اثنين قال لك احصب قيم التواتر والدور لكل مخاجر القلبات إذن وش رح نديره نحسبو تواتر تاح هذا كي أ وبعدها كنكمل نحسبو تواتر كي بي وبعدها كنكملو نحسبو تواتر كي سي وكنكملو تواتر زيدا نحسبو الأدوار هيا نبدأوا جماعة بالتواتر إذن وش هي الحاجة المهمة اللي عرفنا في قلب تي وش قلنا عني أنه أي قلب تي ما خاشتاعه يقوم بمضاعفة الدور تاح إشارة السعر وأي قلب تي وش يدير الفريقونس جديدة تاعه كيف هاتجي يقسم الفريقونس والله تواتر تاح إشارة رئيسية على ثنين هيا رح نطبقوه هذا جماعة نبدأ بأول حاجة وش رح نحسب فكي ا إذن حاب نحسب تواتر تاح القلب الأول إذن وش يساوي يساوي وش كون هو اللي نمد له إشارة السعر إشارة السعر رئيسية فاش ويساوي فاش على ثنين ويساوي فاش قد عطينا الثنين على ثنين وتساوي واحد هاتس إذن هذا المخرج جماعة لو كان نحسبو تواتر التاح وش نجده واحد هاتس يعني نصفه ثنين هاتس على الإشارة الرئيسية صحي نضيبه ونخدمه الثاني نخدمه تواتر التاح para القلب الثاني إذن فكي بماذا يساوي ش كون يمد له إشارة الفكي باء تمده له كي ا ماatie wraت وش يساوي تواتر فكي ا على ثنين جماعة هذا أو لا يبدي له إشارة سعر أو إذا كنتبه بدلالة ف 생 يساوي على ثنين على ثني وتساوي ف آش على أربع أنا أحبجت أن نحكمها بالكي ا تساوي إذن تواتر المخرج كي وش يساوي تواتر إشارة السعر لها يغذي فيها اللي هو FQA على 2. FQA لديناها واحد هاتس إذا ما تستوي واحد على ثنين وتستوي F.5 هاتس. كنا نقسم التواترات. كان هنا ثنين فاتع لقلب له تقسم على ثنين ولا واحد. وبعدها واحد زادت خلق القلب الثاني يزي تقسم على ثنين مش ولا F.5. وصيف الخمسة كي رح القلب الثاني تقسم على ثنين مش هو اللي يسوي F.5 عشر. رح نلقوها صيف فاصل خمسة وعشرين. إذاً هيروح نحسبو تواتر تقلب الأخير إذاً FQC ماذا تسوي؟ كنم يميد لها إشارة الساع. اللي هو كيبي مع انتها يسوي تواتر FQB على ثنين صحيح. والله وش يسوي؟ يسوي تواتر FQA على أربعة والله لو كنتبتها بداية إشارة الساع رئيسي على ثنين على ثنين على ثنين على ثنين تخرج على ثمانية. أوكي إذاً ما تسوي FQB قدر لديناها صيف الفاصل خمسة على ثنين وتسوي صيف فاصل خمسة وعشرين. كما كنت لاحظوا شوفوا كانت 2 فتعه القلب الول وضعت 1 فتعه القلب 2 وش ولات 0.5 وكيف تعه القلب انت وصلت 0.25 وكيف تعه القلبه وش يقسمه على 2 ويضربه في 2 كما هانا الدور تياش كيف تعه يسير 0.5 كيف تعه القلب في 2 يولي 1 ثانية كيف تعه القلب ويسرى 3 ثانية 8 ثانية ثم يفتقى القلاب الأخير ويبطى 4 ثانية لم نختمهم عادي هذه كمالة التوتورة نحسبه الأدوار أدمها بكل بساطة بما أنه عندك الافريقونس تحت القلاب الأول أعتقد أن تجيب دور ما فعله مقلوب الافريقونس نجد إذا قيمة الدور تحت أكي آ وتي سنجد مقلوب الافريقونس نجد وحسبنا فكي آ وحسبنا أو لم يحسبنا فلذي الإجليزة 1 هرتز إذا لماذا فعله 1 هرتز تسوي واحدة لا واحد وتسوي واحد ثانية. والله بطريقة تجيبها انت بطريقة مضاعفة. بما انه دور رئيسي 0.5 كيف تتدور على القلب له ويضربه في اثنين. وبنسبة قيمة الدور القلب الاول. تسوي مقلب لفريقونستا FKB. هكذا. كيف تقوم بفريقونستا FKB بذلك؟. فهذا فقيمة 0.5 كيف تحسب واحدة لا 0.5? ويمكن يحسبها انه يدعوها ثانية. ولا نحسبها بطريقة ثانية. هنا يدور رئيسي 0.5 يتضاعف يولي واحد ويقال 2. يساوي 2 واخر حاجة قيمة تي كي سي وتساوي مقلوب F.C F.C قد أجلها 0.25 إذا تساوي 1 على 0.25 1 على 0.25 تساوي 4 ثواني ولا تحسبها بطريقة المضاعفة عند الـ 0.2 في 2 تولي 1 و1 يضرب لقلبتين يضربها في 2 تولي 2 و2 يضرب لقلبتين يضربها في 2 تولي 4 ويساوي 4 ثواني إذن وشي الحاجة مميزة في قلب T إذن وظيفته يقسم تواتر على 2 ويضاعف الضوار في 2 وهذه يحتاجوها في أي دارة فيها وحدة حسابية أو منطقية والله فيها تركيب العد تلاميذي الأعزاء بعدما كمانا قلبتي الحصة اللي يجي بعده هي حصة مداخل إرغاموش هتدو سوبرسات والكلير وهذا هتلقاوها حصة رقم 18 مع تلاميذي فالمستقبل إن شاء الله نعود نزلكم هذه الحصة بالأستاذ فقط بأسلوب أكبر وهذا هو الـ QR تاحة ولا شوفوا في صندوق الوسط للقارة بطأن تاحة بعدما تكملوا حصة رقم 18 رحوا إلى حصة رقم 19 تلقوا ملخص قلبات مع تلاميذي وفيها زوج تمارين وهذا هو الـ QR تاحة ورابط تلقى في أصفل صندوق الوصف بعدها تلقاوها تلقاو تمارين قلبات مع تلاميذي حصة 20 وفي المستقبل إن شاء الله سننزلكم حصة 20 مع الأستاذ فقط هذا هو الـ QR تاحة الحصة 20 مع تلاميذي وهذه في المستقبل نطلحها إن شاء الله وهنا جمع زيناء وصلنا إلى نهاية الحصة ومنبقى عليهم رقم والسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة